أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول السنوي الزراعي أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة لبرنامج فن هندسة زراعية وحدة حساب مساحات الأراضي في الحلقة الماضية اتكلمنا عن جهازين من الأجهزة المساحية الحديثة الجهاز الأول كان الشريط الإلكتروني والشريط الإلكتروني اللي بيعتمد في قياس المسافات على آه على ايه؟ الآشعة الموجات فوق الصوتية الموجات فوق الصوتية واتدربنا مع بعض على الخطوات اللي احنا لازم نتبعها في حالة استخدام الشريط الإلكتروني في قياس المسافات واتدربنا برضو مع بعض ازاي بنستخدم الشريط الالكتروني في حساب المساحة وكذلك اتدربنا مع بعض على مهارة استخدام الشريط الالكتروني في حساب حجوم الاماكن المغلقة الثلاث مهارات بتوع الشريط الالكتروني اتدربنا عليهم وفهمناهم وعرفنا ازاي بنطبقهم عملي الجهاز التاني اللي هنشتغل عليه هو البلانيميتر وقلنا ان البلانيميتر في منه نوعين البلانيميتر العادي او القطبي والبلانيميتر الديجيتل او البلانيميتر الرقمي كلتا الجهازين بنستخدمهم في اننا اجيب مساحة الارض على الطبيعة لما تكون عندي الخريطة بتاعتها ومعروف اللي سكيل او مقياس الرسم بتاعها تاني البلانيميتر بكلتا نوعيه سواء البلانيميتر الرقمي الحديث او البلانيميتر العادي او القطبي لهم فايدة واحدة الفايدة بتاعتهم ايه اننا باستخدمهم اننا اجيب مساحة قطعة الارض بتاعته على الطبيعة بمعلومية الخريطة بتاعتها بشرط ان يكون عندي مقياس الرسم السؤال اللي هيبادر لي زينك حد يسألني يا ميستر طب الفرق بين الجهازين ايه اه طبعا فيه فرق الفرق في حالة استخدام البلانيميتر العادي او القطبي الرقم اللي بيطلعلي باستخدمه للتعويض في معادلة تانية عشان اجيب مساحة الارض في الطبيعة لكن لما باستخدم البلانيميتر الرقمي او الديجيتال الرقم اللي بيطلع على الشاشة هو ده مساحة الارض اللي خريطتها قدامي دلوقتي هنعمل مع بعض مهارة استخدام البلانيميتر الرقمي في حساب مساحة الارض من على الخريطة اول حاجة بعملها باجيب الجهاز بتاعي ده جهاز البلانيميتر الرقمي بنبص للجهاز بنتكه على زرار اون زرار التشغيل اهو زرار اون زرار التشغيل لو ركزتوا مع الكاميرا معي عشان اواريه لكم اه زرار اون بضعت على زرار اون ده زرار التشغيل تمام اهو بعد ما اضغط على زرار اون باضغط على زرار يونت واحد يونت واحد ده فيديته ايه يونت واحد ده بنتحكم منه في السيستم اللي احنا بنشتغل عليه البلانيميتر فيه تلاتة سيستم السيستم الاولاني ان انا اشتغل على النظام البلانيميتر يونت واحد ده بقدر منه ان انا احدد النظام اللي انا هشتغل عليه انا عندي تلات انظمة موجودين في البلانيميتر النظام المتري وده اللي هبنشتغل عليه متر تربيع والنظام السيني ونظام القدم تربيع انا بضغط على يونت واحد وقتين اضغط عليه الحد ما يبان قدامي على الشاشة متر تربيع يبقى ده هو النظام اللي هشتغل به تمام؟ تمام طيب انا اخترت يونت واحد واخترت متر تربيع عاوز اتحرك داخل النظام ده بمعنى انا عاوز اخلي المتر تربيع دي كيلو متر تربيع او سنتمتر تربيع هنا هضغط على يونت اتنين يونت اتنين يونت اتنين بيحرك لي داخل النظام يونت اتنين بيحرك لي داخل النظام بيحول قالي من متر تربيع إلى سنتمتر تربيع إلى كيلومتر تربيع الخطوة اللي بعد كده أعمل إيه أحدد مقياس الرسم البلانميتر أصلا في تصميمه معمول 1 إله فأنا بدغط على الزرار الéisكيل واخليه بصوا معي زرار الéisكيل بدغط على الزرار ده زرار الéisكيل مقياس الرسم مكتوب 1 إله أنا هكتب ألف تمام واتك على الاسكيل عشان اسيف مقياس الرسم اللي انا دخلته بعد كده ابدأ الشغل بتاعي ابدأ الشغل بتاعي ازاي هسبت الجهاز على نقطة بحدتها على الخريطة بتحتي بسبت الجهاز على نقطة على الخريطة بتحتي بعمل نقطة على الخريطة بتحتي واسبت عليها الجهاز وابدأ احض العدسة البقرة بتاعت العدسة بتحت على بداية النقطة اللي انا محددها على الخريطة مجرد ما بضغط على زرار ستارت بيبدأ شغله معايا وابدأ الف مع اتجاه عقارب الساعة ببدأ اتحرك مع اتجاه عقارب الساعة وبكون حريص ان انا اخلي البقرة او الدايرة الصغيرة اللي جوه العدسة على الخط الخارجي على الخط الخارجي الى الخريطة وبتحرك على الحدود وحدة وحدة على حدود الخريطة الخارجية وحدة وحدة لحد ما اوصل تاني الى نقطة البداية اللي انا بدأت منها اللي بدأت منها القياس لو لاحظنا هتلينا انا بتحرك على حدود الخريطة في اتجاه عقارب الساعة بتمني بتحرك لحد موصل الى نقطة البداية اللي انا حددتها في بداية شغلي اول ما خلص بضغط على زرار الافلج واسجل القراءة اللي قدامها على الشاشة لو جاريتها هلاجيها 790 متر مربع اذا مساحة قطعة الارض اللي خريطة بتاعتها قدامي دي 7200 متر مربع طيب انا كده استخدمت البلانميتر الرقمي في ان انا اجيب مساحة قطعة الارض دي بعمل ايه بعد كده اقرر اللي انا عملته ده 3 مرات بقرر اللي انا عملته كم مرة بقرر اللي انا عملته ده 3 مرات وفي كل مرة بسجل القراءة اللي بتطلع قدامي على شاشة البلانميتر تاني تاني انا جهست البلانميتر بتاعي ان انا ضغطت على الزرار بتاع التشغيل بعد ما ضغطت على زرار التشغيل حددت السيستم اللي انا هشتغل بيه ضغطت على زرار يونت واحد وقلت ان فيه عندي 3 سيستم النظام المتري متر تربيع والنظام الصيني والنظام القدم تربيع انا بقتل ان اضغط على يونت واحد لحتى ما تظهر قدامي متر تربيع تابع لو انا عاوز اطلع المساحة بتاعة الارض بتاعتي بالكيلو متر تربيع هخش على يونت اتنين عشان اتحرك داخل النظام نفسه واحدة واحدة وحاول تفهم معايا اذا يونت واحد ده انا بحدد منه النظام اللي انا هجيز بيه سواء هنستخدم نظام الصيني او نظام القدم تربيع او المتر تربيع واحدة المساحة طب انا اخترت المتر تربيع عاوز اتحرك داخل النظام نفسه بمعنى ايه بمعنى ان انا عايز المساحة تطلع لي بكيلو متر تربيع مش متر تربيع هنا هضغط على الزرار يونت اتنين وقاتلنا هضغط عليه حد ما لقى المساحة قدامي كيلو متر تربيع هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أدخل الـ scale كل خريطة بيكون لها scale بشوف scale الخريطة بتاعت الخريطة اللي احنا اشتغلنا عليها دلوقت الـ scale بتاعها 1 إلى 1000 البلانيميتر متسبت فيه ومتحدد فيه 1 إلى تمام يعني هو متسجل فيه 1 إلى كل ما عليك انك تدخل الرقم التاني سبقا كان 1000 أو 2500 ايا كان الـ scale اللي مرسومة بالخريطة أو مقياس الرسم المرسومة بالخريطة هضغط الأول على الزرالي المكتوب عليها scale ثم أدخل الرقم اللي هو 1000 واضغط تاني على scale حتى انت السيف قدامي وابدأ بعد كده أحدد على الخريطة بتاعته النقطة اللي هبدأ من عليها الشغل بحدد على الخريطة بتاعتي النقطة اللي انا هبدأ من عليها التحرك وبحط الجهاز بتاعي وأضبط العدسة على النقطة بداية الشغل بتاعي وبحرك مع عقارب الساعة وبحاول بقدر الإمكان ان تكون البقرة بتاعته العدسة بتاعتي على الخط الخارجي للخريطة بتنحرك مع عقارب الساعة الحاد موصل لنفس النقطة اللي بدأت منها القياس طيب ده سينا حاجة مهمة جدا اه لو حد شاطر فيك يقول هالي اه طبعا ناسينا قبل ما نبدأ ان انا نحرك الجهاز بس ما اضغط على زرار الايه الستارت برافو عليكم اضغط على زرار الاستارت وابدأ اتحرك مع عقارب الساعة على الخط الخارجي للخريطة واحرص ان تكون بقدر الإمكان ان تكون البقرة بتاعت العدسة على الخط الخارجي للخريطة لحد مرجع تاني فين لحد مرجع تاني الى بداية نقطة اللي انا بدأت منها القياس العملية دي بعد ما خلص بيطلع بضغط على زرار افريج وبتطلع للقراءة بسجل القراءة زي ما امنا اول مرة اللي هنا القراءة جدامنا 7190 متر مربع بقرر القياس ده 3 مرات يبقى عندي كم قراءة كده عندي 3 قراءات لمساحة الارض دي على الطبيعة بجيب المتوسط منهم ازاي بجمع القراءة الاولى زايد القراءة التانية زايد القراءة التالتة واسمهم على تلاتة فيطلع لي المتوسط وتكون هي دي مساحة قطعة الارض اللي خريطتها قدامنا على الطبيعة تمام تمام الجهاز التالت اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة هو التوتال اشتيشن او المحطة الشاملة وجهاز المحطة الشاملة انا دايما اعرفه انه عبارة عن مجموعة من الاجهزة ضمناهم في جهاز واحد مجموعة من الاجهزة ضمناهم في جهاز واحد ليه؟ عشان تؤدي المحطة الشاملة عدد كبير جدا من الوظائف المساحية حتى الشاملة بقدر بيها ان انا اؤدي عدد كبير جدا من الوظائف المساحية زي إيه؟ أول حاجة أن أنا أعيس المسافات الأطوال أعيس الزوايا الرأسية والأفقية أن أنا أقدر أحسب مساحة الأشكال المنتظمة والأشكال الغير منتظمة أن أنا أقدر بواسطة التوتاليستيشل أن أنا أعرف مناسب النقط سواء كان بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة لمستوى مقارنة سابت أقدر بواسطة المحط الشاملة أن نعمل عنه ترفع مساحل أي منطقة أنا أعايزها عشان كده بقولي أن المحطة الشاملة أفضل تعريف لها أن هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة المساحية الحديثة ضمناهما عشان اسمها محطة تمام تمام لازم أن نبقى عارفين أن المحطة الشاملة بتزود بوحدة كمبيوتر مايكرو كمبيوتر بالإضافة فيها أن فيها وحدة ذاكرة وأقدر بكل سهولة أن ننقل الداتا من على المحطة إلى الكمبيوتر أو العكس أو ننقل البيانات من الكمبيوتر إلى المحطة تعالوا مع بعض نشوف العرض اللي جهزناه النهاردة والكلام اللي هنتعرض لي عن مميزات وعيوب المحطة الشاملة المحطة الشاملة زي ما احنا شايفين قدامنا كده دي أشكال مختلفة للمحطة الشاملة بتختلف شكل المحطة على حسب الشركة اللي بتصنحها لكن الوظائب بتاعتها زي ما قلت مش هتختلف جهاز قياس المسافات والزوايا الإلكترونية التوتال ستيشن أو المحطة الشاملة جهاز قياس المسافات والزوايا الإلكترونية التوتال ستيشن أو المحطة الشاملة بتمتاز أجهزة قياس المسافات والزوايا الإلكترونية أنها بتؤدي نفس العمل في نفس الوقت بمعنى أنها بتقيس مسافات وبتقيس الزوايا رقم اثنين هي من الأجهزة الحديثة اللي بيعتمد عليها في الأعمال المساحية وهي مزودة بوحدة مايكرو كمبيوتر زي ما قلت في المقدمة بتاعتي وحدة المايكرو كمبيوتر اللي هي مزودة بها المحطة الشاملة أو Total Station لها إمكانيات كبيرة في التعامل مع عدة برامج حقلية لأن الكمبيوتر اللي موجود في المحطة الشاملة فيه برامج معينة بيتعامل معها وبيعطي نتائج على شاشة الجهاز أو أي وصيلة أخرى عشان نخرج منها البيانات بالإضافة أنه هو فيه أيضا وحدة تخزين أو موموري كارت إذن جهاز قياس المسافات والزوايا الإلكترونية والمحطة الشاملة بيستطيع بيه أن نقيس المسافات والزوايا في نفس الوقت فيه وحدة كمبيوتر ووحدة كمبيوتر دي بتشتغل ببرامج حقلية معينة بالإضافة أنه فيه كارت تخزين طيب إيه هي أهم استخدامات المحطة الشاملة؟ رقم واحد قياس المسافات إلكترونيا لأقرب مليمتر ثاني وظائف أو استخدامات المحطة الشاملة واحد أننا بقيس المسافات لأقرب مليمتر رقم اثنين تعيين الزوايا الوفقية والزوايا الرأسية رقم ثلاثة رفع الأرض كلها عن طريق أننا برسمها بإحدثيات XYZ آخر حاجة حساب مساحة الأشكال المختلفة سواء كانت منتظمة وغير منتظمة طيب فيه استخدامات تانية للمحطة الشاملة؟ طبعا فيه استخدامات تانية حساب ارتفاعات وانخفاضات النقط المختلفة في الأرض حساب ارتفاعات وانخفاضات النقط المختلفة في الأرض سواء أننا ارتفاعات وانخفاضات النقط دي بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة لمستوى مقارنة معين وده اللي احنا كنا بنعمله في الميزانية باستخدام الميزان والقايمة لكن هنا استغنينا عن الميزان واستخدمنا توتال استيشن انه هو بنقدر به اننا بجيب حساب وارتفاعات النقط المختلفة سواء كان بالنسبة لبعضها البعض او بالنسبة لمستوى مقارنة سابت اثنين توقيع اي شكل من على الخريطة الى الطبيعة باستخدام المحطة الشاملة باستطيع ان انا اوقع اي شكل من على الخريطة الى الطبيعة يمكن اتصال المحطة الشاملة والتوتال استيشن بالكمبيوتر عشان ننقل المعلومات اللي عليها الى الكمبيوتر عشان نقدر نرسم الخريطة للمنطقة التي تم رفعها بواسطة الجهاز اجزاء المحطة الشاملة المحطة الشاملة بتتكون من مجموعة من الاجزاء ودي هنعرفها بعد كده بالتفصيل لكن بصفة عامة المحطة الشاملة بتتكون من جهاز المحطة نفسه جهاز المحطة الشاملة نفسه اللي هو توتال استيشن وده بيستخدم لقياس المسافات والزوائل الالكترونية واحدة تخزين اللي هو سمناها بي سي ام سي آي اي كارد وجهاز حاسب آلي حقلي لعمل الحسابات المساحية باستخدام برامج جاهزة لهذا الغرض واخر حاجة وحدة اسقاط ورسم الخرايط الالكترونيا طبقا للبيانات المساحية التي حسبت وضبطت بواسطة الحاسب الآلي جميع الاجهزة السابقة دي متصلة مع بعض كذلك من اجزاء المحطة الشاملة عندنا العواكس اللي بنستخدمها اثناء رفع مساحة آآ الارضة او اي منطقة نركز مع بعض بقى في الشريحة اللي قدامنا دي الشريحة دي بتوضح لي اجزاء آآ المحطة الشاملة بالتفصيل لو بصينا في ده ده الزراع اللي بنحمل منه المحطة ده الدراع بتاع جزء اللي فوق ده الدراع اللي بشيلها منه طيب الجزء ده المنزار الجزء ده المنزار النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت دي اسمها ناشنكا النقطة اللي فوق والنقطة تحت دي اسمها ناشنكا والناشنكا ده بستخدمه في التوجيه المبدئي الناشنكا ده بستخدمه في التوجيه المبدئي اذن الجزء اللي فوق ده الدراع اللي بشيل منه المحطة الدراع اللي بشيل منه الجهاز طيب الجزء ده عبارة عن المنظار ده جسم المنظار المنظار طيب النقطة اللي فوق النقطة اللي تحت دي ده الناشن كا وده باستخدمه في التوجيه المبدأي الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت ده الناشن كا وده باستخدمه في التوجيه المبدأي لو بصنا على المسمار ده المسمار ده ليه فايدتين الجزء اللي فوق بنسميه مسمار الحركة الرأسية السريعة المسمار ده هو الجزء اللي فوق بسميه مسمار الحركة الرأسية السريعة تاب الجزء اللي تاح بسميه مسمار الحركة الرأسية البطية تاني تاني المسمار ده هو ليه فايدتين الجزء اللي فوق بقدر منه بنسميه مسمار الحركة الرأسية السريعة طيب واللي تحت الحركة الرأسية البطيئة طيب المصمار التاني ده نفس الكلام الجزء اللي فوق مصمار الحركة الجزء اللي فوق مصمار الحركة الأفقية البطيئة واللي تحت منه مصمار الحركة الأفقية السريعة طيب دي الشاشة لوحة المفاتيح الجزء ده لوحة المفاتيح وهنستعرض في الشريحة الجاية مكونات لوحة المفاتيح بالتفصيل اللي تحت دي دي مصامير التسوية اللي بزبط بها أفقية الجهاز مصامير التسوية اللي تحت خلاص دي القعدة بتاعة الجهاز طيب الجزء ده بنسميه الدائرة الرئيسية الدائرة الرئيسية طيب النغة اللي هي اللي موجودة دي بنسميها نقطة إرشادية لتوجيه العاكس أثناء التوقية النغة اللي تحت العدسة دي بنسميها نقطة إرشادية عشان أوجي بها العاكس وأنا برفع المساحة أما دي طبعا العدسة الشيئية تاني يهمني جدا أنك تعرف مكونات Total Station عشان تقدر تشتغل بها وتتعامل معها أنا قسمتلك مكونات Total Station إلى جزءين الجزء بتاع الشاشة ده هشرحولك في الشريحة اللي بعد كده بالتفصيل لكن يهميني تعرف أهمية ودور كل زرار موجود في الجهاز الجزء اللي فوق ده خالص بيقولت ده الدراعة اللي بنشيل منه الجهاز ده الدراعة اللي بتشيله منه الجهاز طيب والنقطة اللي فوق وتحت اللي تحت العدسة الشيئية دول بسموهم ناشنكا للتوجيه المبدأي تبديت العدسة الشيئية دي اللي ايه العدسة الشيئية الجزء ده والجزء ده الجزء ده بنسميه الدائرة الرئيسية طيب النقطة اللي تحت العدسة دي بنسميه نقطة إرشادية للتوجيه العاكس أثناء التوقيع طيب المنظر ده بنسميه منظر التسامت الضوي بنسميه منظر التسامت الضوي الشاشة دي اسمها شاشة العرض وقلت ان انا هشرحها بعد كده بالتفصيل اللي تحت خلص دي القاعدة واللي فيهم دي مصامير التسوية اللوحة دي اسمها لوحة المفاتيح طيب الجزءين اللي تحت العدسة فوقه تحت دي بنسموهم الناشنكا بنسموهم ايه الناشنكا ودي فايدتهم ايه فايدتهم بنستخدمهم في التوجيه المبدئي طيب انا عندي مصمرين مصمره ومصمره المصمر الاولاني ده للحركة الرئيسية سواء كانت البطيئة او السريعة اللي فوق للحركة الرئيسية البطيئة واللي تحت منه الحركة الرئيسية السريعة طيب المصمار الثاني ده الحركة الأفقية السريعة والبطية طيب اللي فوق الحركة الأفقية البطية طيب واللي تحت منه الحركة الأفقية السريعة تمام؟ تمام إذن عندي مصمارين المصمار الأول اللي هو ده باستخدمه في الحركة الرأسية والمصمار اللي في الجنب ده باستخدمه في الحركة الأفقية وكل واحد من المصمارين ده ليه جزءين الجزء اللي فوق بيستخدم في الهنى في حالة مصمار الحركة الرأسية الجزء اللي فوق باستخدمه في الحركة الرأسية البطيئة واللي تحت منه في الحركة الرأسية السريعة طيب الجزء المصمار اللي في الجنب ده ده بتاع الحركة الايه؟ الحركة الوفقية الجزء العلو منه باستخدمه في الحركة الوفقية السريعة والجزء اللي تحت باستخدمه في الحركة الوفقية البطيئة تمام تمام طيب أنا بقى عايز أشرح الشاشة بتاعتنا والزرائل اللي عليها باستخدمها في إيه بعد ما شرحت الجهاز وعرفت مكونات الجهاز اللي قدامي هشرح هبدأ أشرح الشاشة بتاعت الجهاز ومجموعة الزرائل اللي موجودة عليها دي فايدتها إيه وباستخدمها إزاي تمام تاني إحنا شرحنا الجزء الجهاز ومكونات الجهاز هنشرح بقى الشاشة بتاعت الجهاز ولوحة المفاتيح الأرقام والكلام اللي مكتوب عليها ده معناه إيه وباستخدمه إزاي هنركز مع بعض على الجزئين بتوع الشريحة أنا كاتب لك في الجزء الأولاني هنا أسماء المفاتيح هتلاقي كلمة ON معناها لتشغيل الجهاز يبقى المفتاح اللي مكتوب عليه كلمة ON بالإنجليزي ده باستخدمه في تشغيل الجهاز واحدة واحدة ونركز عشان نفهم أنا جايب لك دلوقتي هشرح لك مكونات شاشة الجهاز ولوحة المفاتيح وإزاي بتعامل معها ووظائف المفاتيح اللي موجودة عليها في الأول بفهمها لك وبقولك استخدامات إيه وبعد كده هنطبق الكلام اللي احنا هنقوله ده على الشاشة نفسها لما تلاقي زرار مكتوب عليه ON ده بشغل منه الجهاز طيب الزرار اللي عليها علامة الشمس ده عشان إضاءة الجهاز طيب لو أنا اتكيت على الاتنين مع بعض مع ON والزرار اللي عليها علامة الشمس هنطف الجهاز تمام؟ أده أول ثلاث وظاف وأول ثلاث أجهزة وأول ثلاث استخدامات ليهم الزرار اللي عليها ON ده فايدته إن أنا بشغل بالجهاز أول ما أبدأ أشغل الجهاز هضغط عليها يشتغل الجهاز طيب الزرار اللي عليها علامة الشمس ده فايدته إن أنا إضاءة الجهاز طيب لو ضغطت على الاتنين مع بعض هنطف الجهاز هيدفى الجهاز طيب الجهاز مكتوب عليه ESC معناها الخروض من الشاشة للشاشة اللي قبلها برجع خطوة للخلف من الشاشة اللي قدامي دي للشاشة اللي كانت قبلها تاني الزرار اللي المكتوب عليه ESC معناها إن أنا برجع بخرج من الشاشة اللي قدامي للشاشة اللي كنت فتحها قبل الشاشة دي الخروج من الشاشة إلى الشاشة التي قبلها طيب الزرار المكتوب عليه SFT ده بيحدد لي هل أنا هشتغل بعاكس ولا هشتغل بدون عاكس طيب إم تشتغل بعاكس وإم تشتغل بدون عاكس لو أنا بشتغل في منطقة مفتوحة ما فيهاش أي حاجة بتعكس عليها الأشعة بتحتي طبعا هنا هحتاج عواكس عشان تعكس للأشعة بتحتي في حالة الرفع وفي حالة التوقيع لكن أنا لو بشتغل بمنطقة وفي نهاية المنطقة دي موجود مباني وحاجات وسوابة ممكن تنعاكس عليها الأشعة بتاعتي فأنا هنا مش هحتاج أستخدم عاكس إذن إن أنا أشتغل بعاكس أو ما أشتغلش بعاكس بيتوقف أنا بشتغل فين وهرفع إيه وظروف المنطقة اللي أنا بشتغل فيها ولكن اللي يهمني دلوقتي إن أتعرف الزرار اللي مكتوب عليه SFT ده زرار فايدته إن أنا بحدد ليه المحطة أو للجهاز إن أنا هشتغل بعاكس ولا هشتغل بدون عاكس طب الزرار اللي مكتوب عليه BS ده بنستخدمه لعملية المسح بمسح في حالة الخطأ في الكتابة delete بمسح في حالة الخطأ في الكتابة سأكدت همسح بقى حرف أو همسح إيه رقم طيب فيه زرار مكتوب عليه FUNC ده بيستخدم للتنقل من شاشة إلى شاشة أخرى في نظام القياس بيستخدم للتنقل من شاشة إلى شاشة أخرى في نظام القياس كذلك بيستخدم للتنقل والبحث عن رقم أو حرف عند الكتابة إذن الزرار اللي مكتوب عليه FUNC بيستخدمه عشان أتنقل من شاشة إلى شاشة تانية في نظام القياس أو أننا بيستخدمه لما ببحث عن حرف أو ببحث عن رقم عند الكتابة الأربع زرار الدورة طب واضح من شكلهم أنهما بنتحرك للفوق والتحت وشمال ويمين للتحرك من سطر للسطر الذي يليه في حالة وجود قائمة أو في حالة الوقوف على سطره معين والبحث عن خيار آخر عليه إذن الزرار ديت للتحرك شمال ويمين وفوق وتحت الزرار ده طبعا هنا عارفينه كلنا ده زرار انتر إذن الزرار ده لإدخال قبول معلومات معينة زرار اللي عليه علامة السهم بزاوية قايمة ده ده زرار انتر لإدخال أو قبول معلومات معينة فضل لنا حاجة واحدة بس F1 وF2 وF3 ودولت بينفزوا الوظيفة اللي موجودة فوقهم في الشاشة يعني الوظيفة اللي قدام F1 بقى F1 بيبقى قدامه فوق في الشاشة وظيفة لو ضغطت على F1 فأنا بنفز الوظيفة اللي موجودة فوق تمام؟ طيب تعالوا بقى الكلام اللي احنا قلناه نظر ده نطبقه عملي على الشاشة ولوحة المفاتيح بتاعة التوتل ستيشن لو ركزت معايا الزرار اللي فوق خلص ده زرار ON الزرار اللي فوق خلص ده زرار N زرار التشغيل الزرار اللي فوق خلص ده زرار ايه؟ زرار ON زرار التشغيل الزرار اللي جنبه ده اللي عليه علامة الشمس وده زرار إضاءة الشاشة لو ضغطت عليهم الاتنين مع بعض زي ما قلنا هنا هيطفوا الجهاز. تمام كده? اذا الزرار اللي فوق خلت ده زرار اللي قلنا وظيفته هنا ان هو تشغيل الجهاز. الزرار اللي يفرحه ده اللي عليه علامة الشمس ده زرار اضاءة الشاشة. لو ضغطت على الجهازين مع بعض هنطف الجهاز. طيب الزرار اللي هو تحت ده الاي اس سي زي ما قلنا هنا. جهاز بنخرج منه من الشاشة للشاشة اللي كانت موجودة قبل كده. طيب الزرار اللي بعده اللي هو اس اف تي. زرار التغيير او زرار زرار التحديد ان انا هشتغل بعاكس او من غير عاكس قدامك اهو دي صورة حقيقية. تمام? تمام. طيب الزرار البي اس قلنا ده زرار اهو قدامك ده بيضغط عليه لما انا عاوز امسح غلط في حرف او غلط في رقم. بضغط عليه عشان امسح اه اعمل ديليت. طيب زرار الف يو ان سي اللي انا بدأ ما اشق اللي انا معلق اللي انا عليه الموز ده. زرار تغيير الصفحات على الشاسة وكذلك التنقل في الكتاب. قلنا زرار بنغير من صفحة اه في داخل النزام القياس او ان انا بتنقل عشان اه اجيب رقم او حرف معي. الاربع زرار دوت واحد فوق. ده لو بسيتها تلاقي فوق وده تحت وده شمال وده يبين. دول اربع ازرار للحركة في الاتجاهات الايه? الاربع. الزرار اللي عليه السهم بزوية قايمة ده زرار انتر. زرار ادخال الادخال وقبول المعلومات اه اللي احنا مندخلها. فاضل عندنا الاربع زرار الاف واحد واف اتنين واف تلاتة واف اربعة. كل زرار من الافهات ديت بيبقى قدامه اه امر موجود على الشاشة. تاني. الاربع زرار اللي تحته دولة اف واحد واف اتنين واف تلاتة واف اربعة. كل زرار من الزرار دي بيبقى قدامه امر على الشاشة. لو ضغطت عليه فانا بنفز الامر اللي موجودة على الشاشة. تاني. او تالت. اف واحد واف اتنين واف تلاتة واف اربعة. بنسميها صوفت كي. وظيفتها ان هي بتنفز الاوامر اللي موجودة على الشاشة كل زرار منهم موجود قدامه امر على الشاشة لو ضغطت عليه فانا هنفذ الامر اللي موجود على الشاشة اعتقد كده ان احنا شرحنا تماما المحطة الشاملة الاجزاء الرئيسية بتاعتها وشرحنا مكونات الشاشة ولوحة المفاتيح طيب ايه اللي فاضل في المحطة الشاملة العواكس قلنا ان في زرار بيحدد لي انا هشتغل بعواكس او ما اشتغلش بعواكس بصفة عامة المحطة الشاملة بيبقى موجود معها عاكس او اتنين او تلاتة على حسب الشركة اللي مصنعة التوتال ستيشن ده فبيقول ان هي هي التي تستقبل الموجات المرسلة من الجهاز وتعكسها وبالتالي بكون محتاج للعواكس دي اللي وانا شغال في منطقة مفتوحة لان هي اللي بتستقبل الموجات اللي بتطلع من الجهاز وترجحها مرة تانية الى الجهاز بيختلف عددها قلت زي ما زي ما انا قلت فيه اه توتال ستيشن بيكون معاها عاكس واحد وفيه اجهزة بيكون معاها اتنين او تلاتة وده بيختلف على حسب الشركة اللي مصنعة للتوتال ستيشن طيب انت كده ميستر كل اللي قلتوه هنا مميزات للتوتال ستيشن فيه عيوب للتوتال ستيشن الحقيقة فيه عيب واحد او فيه عبين فيه للتوتال ستيشن العيب الاولاني يصعب اجراء التحقق الميداني اثناء اخذ القياسات لما باستخدم التوتال ستيشن ما بقدرش اعمل تحقق ميداني خلال القياس لازم من الاول اروح المكتب وافرغ الداتة اللي عندي وبعد كده ممكن اجراء عملية تحقق ميداني في وقت اخر ثاني عيوب استخدام المحطة الشملة او التوتال ستيشن اول عيب ان انا ما بقدرش اعمل تحقق ميداني اثناء اخذ القياسات ولكن لازم ارجع للمكتب بتاعي وبقدر اخرج الحسابات والرسومات ومن شما اجراء عملية تحقيق شامل طيب مؤخرا فيه اتجاه ان احنا نزود اجهزة التوتال ستيشن بشاشة كبيرة مؤخرا فيه اتجاه ان احنا نزود اجهزة التوتال ستيشن او المحطة المتكملة او المحطة الشاملة بشاشة كبيرة بشرط تمكنني انها تعرض لكل البيانات او كل القياسات اللي انا باخدها وانا شغال وبالتالي هنا هقدر اعمل عملية الايه هقدر اعمل عملية التحقق الميداني الثاني العيب اللي موجود في المحطة الشاملة ان انا لما باخد القياسات ما بقدرش اعمل تحقق ميداني طيب حلنا المشكلة دي ازاي حلنا مشكلة ان عدم مقدرتي ان انا اعمل تحقق ميداني اثناء اخذ القياسات باستخدام التوتال ستيشن او المحطة الشاملة ان تم في رؤية او في اتجاه ان احنا نزود التوتال ستيشن ده بشاشة كبيرة طيب ايه فايداتها يا مصر الشاشة الكبيرة دي ازاي هتحل مشكلة ان انا اعمل تحقق ميداني للقياسات ان الشاشة الكبيرة دي هتمكنني انها تعرض لكل الحسابات والقياسات اللي انا عملتها وبالتالي هقدر اعمل تحقق ميداني وانا موجود في الفيلد طيب العيب التاني اللي موجود في التوتال ستيشن بتعتمد كل شغل التوتال ستيشن على ان اكاس الاشعة اللي بتخرج منه عن طريق العواكس عشان كده قلت ان التوتال ستيشن بيكون في عواكس ساعات بيكون في عاكس او اتنين وثلاثة ودي بتختلف على حسب الشركة المصنعة للتوتال ستيشن طفين العيب العيب النساعات الاشعة دي بتنعاكس على اجسام مش العواكس لو في مبنى او في اجسام موجودة فبتعكس الاشعة بتاعت التوتال ستيشن وهي اصلا مش معكوسة من العاكس وهنا بنكون ان احنا اخذنا اطوال وقياسات خاطئة وفي الحالة دي بنكون اخذنا اطوال وقياسات خاطئة طيب الجزء اللي بعد كده هنتكلم عنه ازاي بنهتم بالجهاز ازاي العناية بتوتال ستيشن العناية بجهاز المحطة الشاملة اول حاجة عند نقل الجهاز في الطبيعة من نقطة الى اخرى لو انا هنجل الجهاز وانا شغال الحالة دي بنجل الجهاز وانا شغال عند نقل الجهاز وانا شغال في الطبيعة هنجل من النقطة دي لنقطة تانية بعمل ايه عند حالتين الحالة الاولى اخذ الجهاز وفكه وحطه في الحقيبة بتاعته اشيل الحقيبة وهنا أنا راجل بقى براع شروط الأمان وبحافظ على الجهاز بتاعي طيب الحالة التانية لو الجهاز ده أنا مثبته على حوامل وعشان أفكه من على الحوامل وأحطه في الحقيبة هضيع وقت بشيل الجهاز بالحوامل بتاعته على كتف وانقله من المكان اللي أنا بشتغل فيه للمكان التاني طيب كيفية الأناية بالجهاز عند التنظيف والتكفيف إزاي أهتمي بالجهاز بتاع لما نيجي ننظفه ونجففه أول حاجة بعملها لو أنا هعمل عملية صيانة أو أن أنا عاوز أنظف وأجفف الجهاز بتاعي ده أن أنا أنفض الغبار اللي موجود على العدسات وعلى العاكس ويجب أن أنا أتعامل معاها بعناية خاصة إذن أول خطوة أن أنا أنظف الطراب الغبار اللي موجود على العدسات أو على العاكس اللي مع الجهاز طيب أنا هنظف الحاجات دي بإيدي طبعا ما ينفحش عشان كده يجب عدم لمسها بأصابع اليد إذا لما أنا نجي أنظف العدسات بتاعة التوتال ستيشن أو العواكس بتاعة التوتال ستيشن مش هنظفها بصوابعي مش هنظفها بإيدي يجب عدم لمسها بصوابع اليد لكن هستخدم إيه؟ هستخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر بس تخدم قطعة قماش نظيفة ونعمة ومفهاش وبر عشان أنظف بيها العدسات أو أنظف بيها العاكس بتاع التوتال ستيشن وعند الضرورة ممكن أن أنا أرطب قطعة القماش ديت بكحول طبي نقي طب لو الجهاز بتاعي تبل إذا تبلل الجهاز لو الجهاز بتاعي تبل مية أعمل إيه؟ يجب أن أنا أجففه بسرعة يجب أن أنا أجففه بسرعة طيب بعد نقل الجهاز أو تخزينه لو أنا نجلت الجهاز وخزنته وعاوز أستخدمه تاني لازم أعمل له عملية ضبط وعمل له معايرة من جديد تاني لو الجهاز تبلل لازم أن أجففه بسرعة أي إن كان عملية التجفيف دي ممكن أن أجففه زي ما قلت بقطعة قماش ناعمة خليها من الوبر أو أن أنا أجففه بهواء سخن بحيث أن درجة حرارته ما تزيتش عن 40 درجة مقاوية طيب لو بعد ما نجلت الجهاز وخزنته وعاوز أستخدمه تاني لازم أعمله إيه؟ لازم أعمله إعادة ضبط ومعايرة طيب كروت التخزين اللي هو بتاعة الجهاز وأسلاك التوصيل يجب أن احنا نحافظ عليها نظيفة وجفة إذن كروت التخزين وأسلاك التوصيل يجب أن أنا أحافظ عليها نظيفة وإيه؟ وجفة طيب عند تخزين الجهاز بقى أنا خلاص خلصت شغلي بالجهاز وهيخزنه يجب مراعاة بعض الشروط وخاصة عند تخزين الجهاز في فصل الصيف لما نجي نخزن الجهاز في الحقيبة بتاعته وخاصة في فصل الصيف لازم نلعي درجة الحرارة لازم نلعي درجة الحرارة اللي محطوط فيها الجهاز وأتبع المواصفات الفنية الكتالوج البتاع الجهاز المواصفات الفنية الموصي بيها المهندس اللي صنع الجهاز اللي موصي بيها الشركة اللي صنعت الجهاز إذا تبلل الجهاز زي ما قلت فيه يجب أن احنا نجففه خارج الحقيبة باستخدام قطعة من القماش طيب لو أنا هجففه بالهواء لابد زي ما قلت إن درجة حرارته لا تزيد عن 40 درجة مقاوية الحقيبة اللي أنا هحفظ فيها الجهاز بنضفها من الداخل والخارج وبنظف كل الملحقات قبل ما حط الجهاز في الحقيبة حساب مساحات الأراضي دلوقتي إحنا انتهينا من الثلاثة أجهزة المساحية الحديثة اللي هيساعدونا في حسابات مساحات الأراضي سواء كان الشريط الإلكتروني اللي بيعتمد على الموجات فوق الصوتية في القياس أو البلانيميتر الرقمي أو الديجيتال اللي بنستطيع منه إن احنا بنجيب مساحة الأراضي باستخدام القريطة بتاعتها وبمعرفة مقياس الرسم وأخيرا التوتال ستيشن اللي بتؤدي مجموعة كبيرة من العمليات المساحية الهدف من الأجهزة اللي احنا درسناها دي إيه؟ حساب مساحات الأراضي حساب مساحات الأراضي تساعدني أن أنا أقدر أحسب مساحة الأراضي ولكن في بعض الأراضي بيكون الحدود بتاعتها منتظمة حدود الأرض على شكل مستطيل أو شكل مربع أو شكل مسلس أو معين أو متوازل مستطيلات عشان كده أول حاجة هندرسها ونتعرف عليها قبل ما نتعمق في طرق حساب في طرق حسابات الأراضي أننا نتعرف على كيفية حساب مساحة الأشكال المنتظمة على سبيل المثال لو أنا عندي قطعة أرض على شكل مستطيل هنجيب مساحاتها يبقى طول في العرض طول الأرض دي في عرضها هنجيب مساحة الأرض عشان كده أول حاجة هنعملها أن احنا نتذكر مع بعض كيفية حساب مساحات الأشكال المنتظمة أول حاجة المسلس لو أنت عندك قطعة أرض على شكل مسلس هحسب مساحة المسلس إزاي بيختلف على البيانات أو الدات اللي موجودة عندي فأول حاجة لو المسلس ده عارف طول القاعدة بتاعته والارتفاع لو أنا عنده طول القاعدة بتاعته طول أي قاعدة من المسلس والارتفاع اللي على القاعدة ده في الحالة دي هتكون مساحة المسلس بتساوي نص القاعدة في الارتفاع طيب لو أنا عندي معلومية التلات أضلاع بتوع المسلس التلات أضلاع بتوع المسلس إزا المساحة هنا هنجيب المحيط هنجمع التلات أعضاء التلات أضلاع هنجيب محيط المسلس ونجيب سابت تسميه زي ما تسميح لي بنسميه هيه ده بيساوي نص المحيط إذن المساحة في الحالة دي بنطبق القانون إن هيه مضروبة فيه ناجس طول الدلع الأول مضروبة فيه ناجس طول الدلع الثاني مضروبة فيه ناجس طول الدلع الثالث إذن ده مساحة المسلس بمعلومية أطوال أضلاعه طيب لو عند ضلعين والزاوية المحصورة بينهم هنجيب مساحة المسلس بمعلومية طولة ضلعين والزاوية المحصورة بينهم هتزاوي المساحة المسلس نص حاصل ضرب الضلعين في جهة زاوية المحصورة بينهم إذن أول شكل من الأشكال المنتظمة اللي إحنا هندرس كيفية إن إحنا تقدير المساحة بتاعتها المسلس وعندنا ثلاث حالات في المسلس زي ما قلت لو معلوم القعدة والارتفاع إذا مساحة المسلس بتسوي نص القعدة في الارتفاع لو معلومية طلع أضلاع هنجيب المحيط وبعدين نجيب ثابت هي اللي هو بيسوي نص المحيط وهنطبق إن مساحة المسلس هتسوي هي في هي ناجس طوله الضلع الأول في هي ناجس طوله الضلع الثاني في هي ناجس طوله الضلع الثالث ولو عندي معلوم طوله الضلعين والزاوية المحصورة بينهم إذا مساحة المسلس بتسوي نص حاصل ضرب طوله الضلعين في جاء الزاوية هنشوف دلوقتي إزاي بنجيب إزاي بنجيب مساحة المسلس في حالاته الثلاثة وهناخد تدريبات بسيطة على كل حالة عشان نسبت المعلومة بيقولك أن مساحة الأشكال الهندسية مما لا شك فيه أن من أهم أغراض المساحة هو حساب مساحات الأراض المختلفة سواء كانت حدود الأرض دي مستقيمة أو متعرجة ويمكن إيجاد مساحة الأرض من الخريطة المرسومة للأرض باستخدام البلانيميتر زي ما قلنا أو ممكن أن نحن نوجدها مباشرة من الطبيعة وهنا بقولت بقولي أن نحن هنحسب مساحات الأراضي من الخريطة سواء كانت منتظمة وغير منتظمة وكذلك هنحسب مساحات الأراضي من الطبيعة سواء كانت أيضا حدودها منتظمة وغير منتظمة في الجزء ده هنستعرض مع بعض مساحة بعض الأشكال المنتظمة زي ما أنا قلت طيب بيتم حسابة مساحة الأشكال الهندسية المنتظمة بقوانين خاصة من خلال معرفة بعد عناصرها فعلى سبيل المثال يمكن حساب مساحة قطعة أرض مستطيلة الشكل إذا علمها طولها وعرضها فتكون مساحة قطعة الأرض بتساوي طول قطعة الأرض بالمتر في عرض قطعة الأرض بالمتر طيب يلا بينا بقى نشوف الأسكال المنتظمة بتاعتنا ونشوف إزاي هنديب مساحتها أول شكل منتظم هنشتغل عليه زي ما قلت هو المسلس وبتختلف الطريقة اللي أنا بجيب بيها حساب مساحة المسلس على حسب المعلومات المتاحة في المسلس ده تاني أول شكل منتظم هجيب المساحة بتاعته هو المسلس والطريقة اللي بستخدمها في حساب مساحة المسلس بتختلف على حسب المعلومات المتاحة بتاعته طيب لو أنا عندي معلوم في المسلس القاعدة بتاعته والارتفاع زي المسلس المرسوم قدامي ده قطعة أرض هي على شكل مسلس أنا عارف القاعدة بتاعتها والارتفاع في الحالة دي المساحة هتساوي ايه؟ هتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع تاني أول شكل منتظم هنتعلم إزاي نجيب المساحة بتاعته هو المسلس ده أنا عندي قطعة أرض على شكل مسلس بتختلف القانون اللي بيستخدمه أو طريقة حساب المساحة على حسب ايه؟ برافو عليك على حسب المعلومات المتاحة الداتة اللي متاحة عندي في المسلس ده أول حاجة لو علم قاعدة المسلس والارتفاع بتاعه لو أنا عندي مسلس وعرفت القاعدة بتاعته والارتفاع إذن مساحة المسلس زي ما هو موجود في القانون قدامه تساوي نص القاعدة في الارتفاع نص القاعدة في الارتفاع نص في قاف في عين علما بأن قاف هي القاعدة وعين هي الارتفاع مثال واحد قطعة أرض على شكل مسلس قطعة أرض عندنا على شكل ايه؟ مسلس تم قياس طول القاعدة فكان 80 متر قطعة الأرض بتاعتنا ده اللي على شكل مسلس القاعدة بتاعتها 80 متر وتم قياس طول الارتفاع فلا أنا 30 متر احسب مساحة قطعة الأرض هدوكوا 30 ثانية كده اتفكروا معايا طبعا دي مساهل مسهلة دي بعد السهلة بمشوار يعني لكن تعالى نتذكر مع بعض القاعدة اللي درسناها في أدادي هنا بقولك أن قطعة أرض على شكل مسلس قطعة أرض على شكل ايه مسلس ايه اللي معلوم منه؟ معلوم أن القاعدة بتاعته 80 والارتفاع بتاعه 30 قولا واحدا إذن المساحة هتساوي نص القاعدة في الارتفاع نص في 80 في 30 هتساوي زي ما قلنا مساحة المسلس هتساوي نص القاعدة في الارتفاع أدو نص كتبتها القاعدة عندي 80 مرت يبقى نص في 80 والارتفاع عندي 30 يبقى نص في 80 في 30 نص القاعدة في الارتفاع هنا عندي ثلاث خطوات زي ما قلت طاليم أول حاجة هجيب مجموع أطوال الأضلاع عضية عشان أجيب المحيط هجمل أطوال أضلاع المسلس التلاتة عشان أجيب المحيط بعد ما أجيب المحيط بقى سومه على اتنين عشان أجيب المعامل هايه بس تخدم المعامل هايه ده في التعويض في المعادلة اللي قدامي الجزر التربيع الهيه فيه ناجس طول الدلع الأول مضروبة فيه ناجس طول الدلع الثاني مضروبة فيه ناجس طول الدلع الثالث ها يدينا المساحة أبنائي وبنات الطلبة النهاردة الحقيقة كان مهم جدا بالنسبة لي أن احنا نتذكر مع بعض مهارة استخدام البلانيميتر الرقمي في حساب مساحة قطعة أرض بمعلومية الخريطة بتاعتها ومقياس الرسم ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الجهاز الثالث الحديث من الأجهزة المساحية Total Station وتكلمنا عنه بالتفصيل وفي الجزء الأخير من الحلقة بدأنا أن احنا نشتغل في إزاي هنقدر نستخدم الأجهزة دي في حساب مساحات الأراضي وتكلمنا أن لابد الأول قبل ما نبدأ في حساب مساحات الأراضي إننا لو عندي قطعة أرض على شكل منتظم نعرف إزاي أجيب مساحتها مباشرة من الطبيعة وبناء عليه بدأنا في حساب في معرفة كيفية حساب مساحة الأراضي اللي على شكل الأشكال المنتظمة وبدأنا بالمسلس وقالنا أن المسلس هنحسب مساحته على حسب البيانات المتاحة عنه بمشية الله في الحلقة القديمة هنكمل إزاي بنقدر نجيب مساحة الأشكال المنتظمة المسلس هنكمل فيه الحالتين التانيين وهنتكلم عن المربع والمستطيل ومتواز الأضلاع وشبه المنحرف والديرة أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في الحلقة القادمة